نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة التي شددت على أن جميع لقاحات فيروس كورونا بجرعتها الأولى والثانية الثالثة التنشيطية مجانية تماما مشيرة إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى وذلك مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية ومراكز تلقي اللقاح كورونا